بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وبركة على محمد وعلى آله وصحبه جمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكن من الغافلين هذه أحبتي في الله قاعدة قرآنية يجب على المسلم المؤمن من رضي بالله رب وبالإسلام دين أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول عليه أن يتخذها قاعدة يومي يمشي على هذه القاعدة ولا تكن من الغافلين والغفلة المذكورة هي الغفلة عن ذكر الله الغفلة عن طاعة الله هذه الغفلة وهذه الغفلة مذبومة وهذه الغفلة غفلة مذبومة لكن هناك غفلة ممدوحة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات غافلات عن ماذا؟ غافلات عن المعاصي غافلات عن الذنوب فهذه الغفلة ممدوحة فالمؤمن الذي يغفل عن معصية الله ويغفل عن هذه الظنوب والمعاصي فهو ممدوح إذن الغفلة المذبومة هي الغفلة عن ذكر الله وعن طاعة الله لأن الإنسان خلق في هذه الحياة الدنيا للطاعة وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون فالمقصود أنك تكون على طاعة دائماً وأبداً ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان غافل عن الطاعة أو غافل عن ذكر الله؟ أمور كثيرة لكن نذكر منها الجري خلف هذه الحياة الدنيا خلف لقمة العيش يعني بعض الناس يسعى لرزقه ليحتاج وأكثر مما يحتاجه الأصل في المسلم أنه يعني مأمور أن يعف نفسه لكي يسأل الناس لكن كما قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل قال إن كان خرج لكي يعف نفسه فهو في سبيل الله لكن بعض الناس يسعى لأكثر مما يحتاجه فيغفل عن ذكر الله أو قالوا اتباع الهوى أفريت من اتخذ إلهه هواه فاتخاذ الهوى أو اتباع الهوى هذا يجعل إنسان لا يذكر الله سبحانه وتعالى ومن الأمور التي تجعل إنسان يغفل عن ذكر الله خاصة هذه الأيام قضية الهوايات وأعظم هواية وأكبر هواية قضية الرياضة الآن الأندية في جميع أنحاء العالم والمباريات مستمرة على طول العام البطولات كاس آسيا وكاس أوروبا وكاس مدرية وكاس إيطاليا والدوري الإيطالي والدوري الإنجلي ما تخلص فأنت طوال العام وطول الأسبوع تتابع هذه المباريات التي تشغل عن ذكر الله هذه المتابعة طيب حتى قضية الهوايات قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو دود في سننه عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم من أتبع الصيدة فقد غفلات الصيد إذا أنت تصيد للأكل هذا أمر يبني تصيد يعني شيء تاكله لكن إذا كانت هواية الصيد وتذهب للصيد بعض الناس يذهب يسافر للصيد شهور وأسابيع والآن أي هواية لها تجارة ومحلات وألبسة وأجهزة فيستري ويذهب مع هذه فهذه الهوايات تكون سبب في الغفل عن ذكر الله من اتبع الصيدة أي أكثر من الصيد قال فقد غفل كما قال صلى الله عليه وسلم وكذلك أحبت بالله اتباع الملذات والشهوات هذه يعني تجعل إنسان غافلا عن ذكر الله والراحة طلب الراحة يعني النوافل وهذه الأمور متعبة فالإنسان يريد الراحة وكثرة المباحات وهذه من الأمور التي طغت في هذا العصر في هذه الأيام قضية كثرة المباحات كثرة المباحات أقد على قأوة حرام لهم حرام مباح أروح ميلس حرام لهم حرام مباح فالمباحات الإكثار من المباحات ما تجعلك تذكر الله سبحانه وتعال فسبب أعظم سبب أتوقع والله أعلم هذه الأيام من أسباب الغفل هذه الأيام أعظم سبب كثرة كثرة المباحات هذا مباح وهذا مباح أتقاه وأروح سوق وأسافر وأعمل وأعمل كل هذا مباح وهذه المباحات تجعل إنسان يغفل عن ذكر الله طيب ما هي الأمور ولا تكن من الغافلين أغفل عن ماذا أول شيء طبعا الذكر أول شيء الذكر هذا الرجل الذي جلني صلى الله عليه وسلم وقال قل لي أمر أتشبث به كثرة علي الشرائع يا رسول الله قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فاللسان يتعود ذكر الله سبحانه وتعالى إذن لا تكن من الغافلين عن ذكر الله هذا واحد لا تكن من الغافلين عن طاعة الله أو قالوا عن العلم والتعلم بالدين الآن الناس غافلين عن التفقه والعلم في دين الله كثير من المسلمين اليوم يجهلون أبسط الأمور في الدين بسبب أنه منشغل في كثرة المباحات أو منشغل في الرياضة أو منشغل في أمور معينة أو في طلب العيش فينشغل عن هذه لا هناك طلب علم واجب صحيح ليس كل طلب علم واجب لكن هناك في طلب علم واجب أو علم واجب أو يسمونه العلم العيني يعني يجب عليه بعينك أن تطلب هذا العلم قضية الصلاة مبطلات الصلاة أحكام الصلاة أركان الصلاة الوضوء مبطلات الوضوء أحكام الوضوء أركان الوضوء سنن الوضوء هذه من الأمور الواجبة على المسلم أن يتعلم فسوف يكون غافلا عن تعلم الدين ولا تكون من الغافلين أي لا تكون من الغافلين عن تعلم ما يلزمك أن تعلم من دين الله سبحانه وتعاله ما هي الأمور التي تعين على ذكر الله؟ كثيرة نذكر بعضا منها أولا تدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون من الذاكري اللهم جعلني من الذاكرين اللهم يسلني الذكر اثنين أن تقاوم نفسك وأن تذكر الله سبحانه وتعالى وقال ابن القيم من قال أذكار الصباح قال ابن الجوزي رحمه الله قال ابن الجوزي قال من ذكر الله سبحانه وتعالى من قال أذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار المناسبات ما هي أذكار المناسبات؟ دخل المسجد خروج المسجد دخل البيت خروج البيت هذه أذكار المناسبات قال من قال أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار المناسبات فهو يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى أنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فأقل ما يمكن أن يقوم به المسلم أن يذكر الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء وفي المناسبات ويجاهد نفسه على أن يذكر الله سبحانه وتعالى قائما قاعدا جالسا ويذكر نفسه وإخوانه بذكر الله سبحانه وتعالى هذا وصلى الله بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمع اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات